كنتم معكم من جديد من بلد موجود محافظ السهاج وليف انساني ابن ميف مصر الأسرة طفل والأهالي يحصل عن أسرته منذ أيام به أثار حروق على اللسان والزراعين ومعنا الأسرة المستضيفة الطفل الذي يتم البحث عن أسرته منذ أيام أعرفنا بنفسك محسر محمود محمد من شطورة معافظة السهاج ده الطفل بغاله ست يام عندي كلمنا عن الكواليس اللي ايته فين عرفته اللي ايته جنب مصلحة حكومية نايم جبته حميته وشطرته وغيرته لهدومه ووصلته لهدومه هو كان نايم جنب مدرسة؟ كان نايم جنب مدرسة وجايم بواجهه كامل على أساسي المتحل للحين العسور على الأهل طيب انت هو بيتكلمش معاك خالص ويقولكش أي معلومة عن بلده وعن محافظته؟ ما اتكلمش ومعرفش عن أي حين هو ده الطفل صح؟ ممكن تورينا أثار الحروق اللي في دراعه وفي لسانه دي أثار الحروق اللي على زراعه طب انت عرفت ازاي انه لسانه فيه أثار حروقه؟ هو عملي كده ها لكن ما قدكش أي معلومة ولا ولا قدكش هو بلده ولا لا ما قدنيش أي معلومة غرس محمد وبس طب انت من خلال العشرة معاه وضيافته وأكله وشربه واستحمامه عرفت انه حالته نفسية فيه حد معذبه وفي حد ضغط عليه؟ صدمة صدمة عصبية صدمة نفسية جليل على انه فيه حد معذبه حد كان حابسه هرب منه كده يعني كمل كمل انه حد معذبه أو حد كان حابسه وفي الحروق اللي في ده وانسانه حالته نفسية مش مستخدمة ما بيتكلمش معاى الجملة اللي على هالك Yeah وأنت عرفت كيف أن نسمى محمد؟ الجملة اللي على هالي واحدة من الجيران بتنادي ابن بنتها فقال لها اسمه على اسمي اسمه على اسمي قال لها حد ابن الجيران هي بتقول يا محمد فهو؟ محمد لابن بنتها فقال لها اسم على اسم لك اتكلم في اللحظة دي يعني اتكلم في اللحظة دي وبعد كده ما نتكلمش خالص ما عرفش عنه اي شيء ما عرفش عنه البلد هو بمتاخلم معاك بياخد ويدي معاك في الكلام انت بتحميه بتأكله بتشربه بتحميه بتأكله بتشربه وبخسله هدومه وباهم على كامل وجه يعني على اكمل وجه دي معانا احد المواطنين المستضيفين الطفل اللي هو ابن مين في مصر ما حدش يعرفه ما فيش اي علامات غير اسار الحروق البسيطة احد المستضيفين لمحمد اهلا مساء معرفنا بحضرتك مساء محمد احمد محمود فولي عفز السراج مركز تحته قريق شرطورة اتضيف عندكم ده من امتى من يوم الاربع اللقات الساعة خمسة صباح ما فيش اي معلومة من الفترة دي لحد دلوقتي اي معلومة وصلتكم اي حدش تواصل معاكم لحريناء نايم تحت صور مدرسة حكومية اسمها محمد حسن التدارية بشاتورة وحاولنا الاكل ونشرب الاول كان راخد الاكل وشرب خالص الساعة خمسة السوق حد الساعة خمسة مساءة وحاجنا بالعافية كده متخلنا لك عند عم ياسر وعادنا نتكلم معاهم ووصل معاهم حسن هو يدينا اي دليل او اي محافظة ايه محافظة ايه المركزة ايه مكيش اي حاجة نهائي غرب الصدفة واحدة جارة الساعة بتندع على حد يخصها يا محمد فهو نطقت اسمه على اسم ده الحاجة الوحيدة اللي احنا عرفناها بس هو بيبسك السحة وبيسبح وعارف القرآن وعارف المسلم وعارف المسيحي وعارف كل حاجة تصرفاته بس بشغل حالة نفسية نفسية بس بيعمل اصوات غريبة اصوات غريبة ازاي ايه ازاي مسلا صوت جوتة صوت كلب ممكن يطلع يفتح الباب لوحدي ويطلع من برا الباب يرين الجرس عبر صاحب البيت اللي قاعد معك اه في معلومة بيقول لي اسر هو لما بيسمع صوت سلينة الشرطة او اسعاف بيعمل ايه بيرتبك وبيجتع في هدومة يعني بيتشاي ويتخاطط كده لما بيسمع سلينة اسعاف لما بيسمع سلينة اسعاف او سلينة الشرطة بيشيل ويحط كده بيرتبك بيرتبك ان ايه خالص لكن انت انت من بحكم خبرتك في الحياة عرفت انه ده حالته نفسية تعبانة وعليه اسعار تعذيب لما هو طلع لك لسانه وانت شفت لسانه في اسعار حروب بسيطة اسعار حروب بسيطة ودليل على انه مش جادر ينطر لكن هو متأقلم معاك ما بيهربش منك ما بيروحش لما انت بتروح الشغل بتاع لا متأقلم معاك خالص وما بيهربش ومش عايز يسيبني خالص طب انت حاولت لغيه كده او تعرف بلده ايه او تعرف المهم ما فيش محمد بلده اسمك ايه حبيبي 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 امين قال صلى الله صلى الله عليه وسلم الخير فيه وفي عمته لأوم الدين استر حسام انت بتتعامل معه زي ياسر يعني في المعاملة بيتعامل معك طبعا احنا معاملو كاخ لينا او ابن لينا مش عين فعنسيره غبار ريج معاه ان شاء الله بإذن الله ولو حتى جمعنا اهله ومش رضي ياخدوه مسلا هم فيه مسلا مش عايزينه احنا مستفينه عندنا واكل شار ابنين هو تقريبا عنده كم سنة؟ تقريبا من حوالي تقريبا 11 سنة من 11 سنة 11 سنة مش اكثر من كده الله اشهد يا شخصة هدي جدا وللعلم احنا ودناها لشيخ لحسوا قم بروب يكون عنده اي حاجة مثلا نقدره لما البوس فودناها لواحد شيخ عندنا رجل اسمه الشيخ محمد ابو العلا وجار عليه قرآن وجار له قرآن وقال لبدا نفوش اي حاجة نهائيا هو عنده بس صدمة عصرية وحالة نفسية مش اكثر من كده حالة نفسية صدمة عصرية حاليا بندور على دكتور تخاطب لتواصل معاه بحيش يديه كم جلسة حاليا منتظرين دكتور تخاطب يدوره جلزات يتكلم يتكلم لكن انت ياسر بيتكلم الوحيدة اللي بتكلم معاه انت على فترات على حسب ما تطلب معاه على حسب ما تطلب معاه وانا بعمر الله ناوي هوادي الدكتور مخوى عصاب هوادي الدكتور نفساني وهنجيب لدكتور تخاطب هو بيستجيب معاك لما تستحمى بيقولكش لا لما تيت تعاكله يعني انا واضح ان كنت اصدقاء واصحابك انت مصاحبه بيسمع كلامك بيسمع كلامك لكن هو ما نطاعش اي حرف فيه بلد او مركز اي حاجة تفيد بي يعني اتفيد بحالته طب انت حاسن الحملة تقيل عليك ولا انت ده صواب انت بتاخده لا صواب لله سبحانه وتعالى يعني بعد الدكتور تخاطب اتكمل معاه اشعر بقى اكمل معاك يا عمر بدا لحد ما توصله لسرطه لحد ما توصله لسرطه ولم يجدش لسرطه داني معاه هاوديه الدكتور وعالجه وعالجه ربنا يجعله في مزينا حسناتكم السود حسام هو ما تكلمش معاك اي كلام ولا اتنقشش معاك في اي حاجة نهائيا ما يجعل اسم محمد دست ويقول انا مسلم اكتر من كده بيتكلمش قبنا الوراء وعالم عشان يكتحكت اسمه ما كتبش على حرف الالف بحاولت يكتب ارقام ما كتبش على الرقم واحد ورقم خمسة الرقم كلها يعني انت حاجبت له عالم وراء اوه حاولت خليه يكتب في الارقام كتب رقم واحد ورقم خمسة بالنسبة للحروف كتب حرف الالف فقط ممكن يوقف طيب ان صورته ومصفاته هو سليم اليدين والقديم جسمه سليم ما بيعانيش من اي الا العثار البسيطة بتاعت الحروف في بعض الحيان بيعاني من تقلصات فبطنة نجي لحال التشمد الحروف البسيطة دي واللي بيعاني من تقلصات فبطنة خلصات فبطنة بس هو واضح ان نفسيته برضو مش اه 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 محمد محمد كلم عاوز ترجع لأهلك كلم محمد محمد هو كده المتداع ولا نفسيته نفسيته تعبان نفسيته لتأسير الصدمة لتأسير الصدمة لتأسير الصدمة الهصبين ده تعزير الصدمة ممكن نشوفه ده بالحروق اللي فيه دي بسيطة ولا عديمة ولا جديدة الحباب دي ها هي عديمة شكرا انا زي ما بقول لحضرتك انه هو اتعذب وبعد كده ايه هرب او حاول يعني انقذ ربنا سبحانه وتعالى يعني انت حسيت انه هو دخل في حالة تعزيب اه ومصدق ما هرب طب ليه عشان انت مشوفه مثلا بيسمع صوت حاجة او بيتقفل عليه باب او الا بتاع بيسمع صوت حاجة لو انا طلعت برا باتي بيقفل علي على ان الكرس ما بيفتحليش بيكفل خوف ما بيفتحليش رغب ان هو عارفك او ممكن ان هو عارفه او ممكن ان هو عارفه وانا برا هو ممكن ايكفل الباب ويتربز بيفتحليش يعني هو من وجهة نظرك ان هو هرب من حبس او تعزيب كان فيه انا معاملة مش كويسة انا انا صح معاملة اه او معاملة حد يخصه كانت معاملة مش كويسة الله اعلم برضو ممكن يكون اهل في الوقت الحالي بيدور عليه زي ما احنا بيدور على اهل صح هو مصطفل رضياء اللي حدوش بسنة المفهود ان هو عارف بس وصل من العصبية اللي عنده الحالي نفسية هي اللي مؤثر عليه يعني دي اثر حروق قديمة دي اثر حروق دي اثر لسانك كده طلع لسانك طلع لسانك طلع لسانك ايو 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 طلع لسانك وليه حمد بلسانك مالس مالس طلع لسانك بالنسبة المكان هنا المفهود فيه محمد محافظ السهاج مركز صحطة قرية شاكورة بلد العلم والعلماء ان شاء الله بإذنها لجمع اهل بإذنها طب اعوذين رقم اه محمود محمد عمر ابو اسلمان وده موظف في الازهر الشريط لو حابين احط رقم تلفوان للتواصل مع معك او مع الازهر من التواصل هتاخد لغم سياسي من اللي هو لدلوقتي اللي هو زيرو عشرة زيرو عشرة تلت تلتات سبعة تسعة تمانية سبعة واحد زيرو عشرة تلت تلت تلتات تمانية زيرو عشرة سبعة تلت تلت تلتات أربعتاشر خمسة وتسعين وده حسام العربية. كمام. اه خدت شكله بالشبه كده هي اصل من شطورة من قريتنا. بس متجوزة في مكان تاني. اه متجوزة في مكان تاني في قرية اسمها الدويل تبع اه مركز اصيوت. مركز صدفة. وطول الشكل مش غريب عليا لما سبقتي الحوار نتكلم فيه. هو تلقى طيب صوريه ونزليه عالجروبات بتاعتكم. اه ممكن تكون شافته في مكان يعني بالزبط اه هتنزله عالجروبات بتاعت اصدفة والدويل. بس انا شايفه حاجة معينة. اما جللت. او مش عايز يوصل لأهل. بمعنى اصحة واعزة الكلام كويس. ان احنا عايزين نوصل بالأحران ممن ما وجيش عايزي يوصل لهم عشان قادرل علي عزارة الإعجاب مرططه للتهب منه. أنا سمعت ان هو عالجوم للحدي ياسرع بكده ده انتهبوا انت عباحتاج سماعات فيه دانك. اه عشان انا بتكلم عن ده. بتكلم عليها. ليس حد آريب خomie هو معاوض انك انك تيتكلم عليا? ما اهيتش magistك عايز سماعات فودانك يعني هو كده مستوعب انه هو بيصور اه كده مستوعب انه هو بيصور اه انا اعتقد انه مش عايز يرجع لها بس ده 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 عثرت عذيبه اه عثرت تعذيبه اه عثرت عثيبه اه اوه بس بس اه 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 لكن هو هو مستوعب وفاهم حليم برحمة مستوعب وفاهم كل شيء اي كلام تكلمينه فاهم بس المشكلة في انه ادخل انه همش جادر يتكلم يريدت عليك يعني على العلم انه اتكلمت معاه وتحولت معاه وبقول له انت مسلم قال انا مسلم موحد بالله قال الى الى الله محمد رسول الله بيمسك السمحة ويسبح بيها ويمسك الرمود يقالك في التريفوزون ما جيبش قرآن كريم فقط لغير ما بيسمعش يقول له القرآن اكثر من القرآن ما بيسمعش بيسمع قرآن اه بيسمع قرآن وبيسبح وميتلقفص اي نفذ خالي نهائي ولا يشتم ولا يشتم يقول لك انا مسلم واشهد الملائي الى الله رسول الله احنا كل اللي طلبينه من اي حد يشوف المنشوف دوت او اللايب دوت يتواصل معنا او يتواصل مع القناة او مع الاستاذ ياسر برقم تليفونه يعني احنا عايزين نوصل الى اقرب امانة يعني اي حد المسؤولين او المشاهدين اللي هيشوف اللايب يتواصل معنا على القناة اللي احنا نسجلناها رقم تليفوني تاني 010-337-9-87-1 رقم تليفوني 010-337-9-87-1 رقم تليفون اخر للتواصل 010-7-3-0-14-95 امتمان الله نحب من اجمعنا الاهل ان شاء الله بيزنوا ربنا يجعلوكم زينا حسناتكم مسؤولية برضو صعبة اكل شرب استحمام اقامة كاملة اعمالكم برضو انه يوصل لأهله وصوتكم يوصل لأكبر عدد من المشاهدين بحيث يتشير في الجروبات وكده وتوصلوا لأهله وتقدوا الامانة الى اهلهم. حاجة يا شديد برضو انا عايزة اوضحها برضو عشان يبقى المخدومة الواصل ان البكان محافز السهاج مركز تحتة قرية الشرطورة توابط الطفل عند الاستاذ ياسر محمود محمد عمر بسلمان وخسام احمد احمد محمود الكودي بجوار محطة اوتوبيس المرحوم عمر الكودي بجوار محطة اوتوبيس المرحوم عمر الكودي ده المكان اللي احنا عا نصواره دلوقتي هو المتواجد فيه الطفل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة